ذكر بقى السفقات كانت قصة كبيرة اتكلم فيها مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بالأمس في تصريحاته في المؤتمر الصحفي أثارت الكثير من الأقاويل وردود الفعل وهي عن عدم رضاه عن السفقات التي يبرمها النادي الأهلي حاليا الراجل كانت تكلم في أنه الطريقة مش عجباه وأنه بيطلب بعض الأسماء ولكن ما بيحصلش وأنه مش مسؤول عن السفقات وقالها بشكل صريح البعض الدايء من أنه صرح والبعض قال طب ما عنده حق لكن جوه النادي الأهلي هل في زعل؟ في زعل لكن ما هي أسباب غضب كولر بالتفصيل وما هي ردود الفعل داخل النادي الأهلي اقتراب ده على مستوى الأسباب صفقة يحي عطية الله من الفشل ومحاولة إقناع كولر بالخيار الرابع اللي هو جمال الشماخ هنقول لكم خبر يخص جمال بعد شوية تأخر انضمام محمد كونتيق بعد رحيله عن أخمات جروزني الروسي ويبقى حتى الآن بدون نادن وجاكسون موليكا الذي يقترب من الانضمام إلى الخلود السعودي بالإضافة إلى محاولة إقناعه بالخيار الخامس عمر فرج إصرار محمد عبد المنعم على الرحيل مع وجود بداء الأجنبية ومحلية غير مرضية بالنسبة له تأخر حسم صفقة محمد علي بن رمضان وتأخر ضم جناح أجنبي حدده وهو بمقابل مادي في المتناول وخلي بالك كلمة المتناول دي اللي قالها الأهلي في بيانها الرسمي عن السفقات اللي نوي يعملها دي كلها حاجات مزعالة كولر وهي اللي خلت يقول التصريح بتعملها كولر يملك عروضا كثيرة وألمح بضرورة الاهتمام بالسفقات ليستمر وفق المشروع المتفق عليه مع إدارة الأهلي وتم مناقشة وكيله من قبل في نفس الأمر وأكد وجود عروض ووجود رؤية لديه لتسهيل ضم سفقات جديدة لأن كولر يرغب في الاستمرار هناك حالة استياء من جانب لجنة التخطيط تجاه كولر وتحفظ على تصريحاته خصوصا أنه يجتمع مع اللجنة بشكل دوري وآخرها كان اجتماع من 72 ساعة تقريبا هناك أيضا توجيه اللوم شديد للمترجم الدكتور خالد الجوادي على تصريحات كولر خاصة أن هناك تعليمات له ليحتوي مثل هذه المواقف وهو التوجيه الثالث للمترجم في مثل هذه المواقف على فكرة يا صعب أوي